فيها أزمة الآن أزمة تصريحات لخرجة قضية يقولوا أنه قد تصل إلى أبعد حد بين الحديث اللي كان من الفروض الجانبي بين حموم رئيس نجل التحكم سابقا وباخر الحموم وأيضا بشاري ويقولوا أنه خرج الزميل طبعا زملاء رفيقه أعتقد في كثير من التصريحات الخطيرة وخطيرة جدا بالبيع والشراء والاتهام لا كان تصريحات خطيرة حكيم أنا شفت حتى ناس كانوا في الجلسة هذه وتكلموا معي يعني تصريحات خطيرة اللي وجهها خليل حموم البشاري وأنا يعني كامل يعني وشفت يعني وشدرت كان أمور تعاموال وكان أمور تعرشوة وكان أمور اللي تكلم عليها حموم ولكن الأمر اللي نعتبره شي خطير هو نزع الشارة الدولية من الحكم بخالفة نبي المخالفة اللي تنحت منه الشارة الدولية في الوقت اللي بقيت له خطوة ويصبح حاكم من حكام النخبة في إفريقيا الحقي يعني هو هو السنوات وهم لا كاف يعني يكونوا فيه ويوجدوا فيه بش يصبح حاكم من حكام النخبة الحق دار العشرين مقابلة دولية ترح أنت تنحيل الشارة الدولية ونخليل حموم في هذه الجلسة يقول بأن نبي المخالفة لتنحت له الشارة الدولية لغم أنه جاء في المرتبة الرابعة بينما ينزوج حكام واحد جاء في المرتبة الأخيرة واحد في المرتبة ما قبل الأخيرة من حولهم الشهرة الدولية يقول لك حتى التسويق إلى حكم مصري أيضا طبعا هذا هو الأمر الخاطير الذي يترق لحموم لأن حموم حموم ما نقوله شخص عادي الذي يتكلم في هذا الأمر حموم سبق له في الاتحاد يمعار ورا وهو كالرئيس لجنة التحكيم وعنده مصادر تعه وعنده يجب له خبارات عنده كل شيء خليل حموم يقول بأن نزع الشهرة الدولية وهذا نقول لك تصريح خطير يعني وراهو حتى كما قلت رفيق راهو حطوا يعني يتكلم عليه في الجريدة يقول كان بتواطئ بين بشاري وبين رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد المصري للكورة القادمة عصار عبد الفتاح واللي رأوا عضوثا في لجنة التحكيم في الكاف يقول بأن السبب نزع الشهرة الدولية من نبيل بوخالفة لتسهيل مهمة الحكم المصري أحمد الغندور نعم هو يقول هذا يقول أحمد الغندور اللي هو ابن أخ الحكم الدولي السابق جمع الغندور يقول باش نحاول شهرة الدولية نبيل بوخالفة هنا يعني بأوامر من عصاب عبد الفتاح باش يطلع أحمد الغندور في مكان نبيل بوخالفة وهذا شيء خاطئ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر